موجز الأخبار المحلية مع فارس عيد عشر الأوسط 14.50 آم رئيسة الوزراء الجديدة لمقاطعة أونتاريو تحدد سياستها المستقبلية بولين ماروا تؤيد مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع إلى 16 سنة وزير التعليم العالي في كابك يستبعد إمكانية اعتماد نظام التعليم المجاني أسعدتم صباحا أعلنت رئيسة الوزراء الجديدة في أونتاريو كاثلين وين في أول مؤتمر صحفي لها أمس أنها ستاقد أول اجتماع لها مع لجنة الانتخابات في الحزب الليبرالي يوم الثلاثاء وستباشر بعده بتشكيل حكومتها وقالت إنها ستعمل مع زعماء المعارضة لإيجاد أرضية مشتركة للطلب من المجلس التشريعي استئناف العمل في التاسع عشر من شباط فبراير القادم بعد تعليق أعمالهم لمدة ثلاثة أشهر وتجنب إجراء انتخابات في الربيع القادم وأصبحت كاثلين وين أول امرأة تتسلم مقاليد الحكم في أونتاريو خلفا لدالتان ماجانتي وبذلك تصبح المرأة السادسة التي تتقلد هذا المنصب في المقاطعات الكندية حاليا كما ناقشت في مؤتمرها الصحفي موضوع النزاع مع المعلمين وقالت أنها تعتزم اللقاء معهم ومع مجالس المدارس لإيجاد صيقة عمل جديدة بدل عقود العمل التي فرضتها الحكومة السابق وعن العجز البالغ 12 مليار دولار في موازنة المقاطعة قالت أنها ستطلع على التقرير الاقتصادي الذي أعده الخبير الاقتصادي دون دراماند وتنفيذ التوصيات التي يمكن تطبيقها كما ستعيد النظر بنظام الرعاية الاجتماعية الذي بحسب رأيها يعاقب الناس ولا يساعد الذين يدخلون سوق العمل لأن تغييره يساعد في زيادة الانتاجية خلال جولة لها في بريطانيا لم تستبعد بولين ماروى رئيسة الحكومة في كيبك تخفيض سن الاقتراع إلى السادسة عشر من العمر مستوحية الأمر من نظيرها سكوتلندي أليكس سالموند الذي توصل إلى اتفاقية بهذا الشأن مع لندن إلا أن لا نية لها بالالتزام بها قبل الانتخابات المقبلة وكان مناصر الحزب الكيبكي قد أبدو تأييدهم لهذا الشأن الموضوع في العام الماضي إلا أنه لم يوضع حيز التنفيذ يذكر أن الأرجنتين قد خفضت في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي سن الاقتراع إلى ستة عشر سنة وطبقى دمس البلد الوحيد في أوروبا الذي يعتمد هذا السن في الانتخابات ومن بين دول العالم التي تعتمد هذا المبدأ المكسيك، كوبا، الإكوادور ونيكاراجوا استبعد وزير التعليم العالي في كيبك بير دوشان المجانية في التعليم إذ أن المقاررات التي ستتخذ في القمة المقبلة حول التعليم ستستند إلى الواقع لا إلى النظريات وأن المجانية تبدو أمرا مثاليا على المدى الطويل ولا يمكن تطبيقها حاليا على أرض الواقع وكان دوشان يتحدث أمام مجموعة من الشباب المشاركين في لقاء في مؤسسة العالم الجديد حيث تبادل النقاش حول فترة نهاية الأسبوع حول موضوع تمويل الجامعات في كيبك وأشار دوشان في قطابه إلى أن التعليم المجاني سيكون عبءا على الخزينة العامة بما يزيد عن مليار دولار سنويا لذا يجب أن يتحل الطلبة بحس المسؤولية يتابع اليوم المهندس ميشيل لالعود المدير العام لشركة الاستشارات الهندسية جينيوس كونساي الإدلاء بشهادته أمام لجنة شاربونو بعد أن أكد الثلاثاء الماضي أن شركات هندسية عدة تشارك في عملية التواطئ وتقاسم العقود التي تمنحها مدينة موريال وهذا ما يلزمهم على الدخول في لعبة التمويل غير القانوني للأحزاب الموريالية وأن شركته كانت المنصقة لهذه العمليات وبعد أن أشار بالاسم إلى عدة شركات بدأت ردود فعل البعض منها كشركة جينيفار واس انسي لافالين وبالمقابل أكلت الرقيب في السلطات الأمنية الكبكية إيزابيل توبان والتي قادت التحقيق في فريق المترقة بأن أدلة عديدة تؤكد للسلطات أن مجموعتك الثانية حصلت على عقد مشروع فبور كونتركور بالاحتيال أو التواطئ بين عدة أشخاص وفي سياق متصل ورد في نبأ لهيئة الإذاعة الكيندية أن الحزب الليبرالي في كبك رفض طلب عضويات متعاهد البناء السابق لنوزانبيتو وفي رسالة الرفض أعلن الحزب أن ذلك يتعارض مع قوانينه وأنظمته دون الخوض في أسباب هذا القرار وأن رؤية زانبيتو السياسية لا تتطابق مع سياسة الحزب وقد عز زانبيتو هذا القرار إلى الاعترافات التي أدل بها أمام لجنة شاربونو والتي طالت شخصيات من الحزب من بينها أنه قدم للمنظم الليبرالي السابق بيير بيبو مبلغ 300 ألف دولار ولكن هذا الأخير كان قد أنكر هذا الأمر في المتفرقات سيقدم الرئيس والمدير العام لإيدروكابك تياري فوندال شهادته هذا الأسبوع أمام لجنة برلمانية مهمتها درس تأثير وقف مفاعل جونتيي دو بالقرب من ترواري فيير عن العمل وعليه شرح عملية الإنفاق على المفاعل قبل إقفاله والسؤال المطروح هو حول إنفاق إيدروكابك حوالي البلياردولار لشراء المعدات اللازمة لإعادة تأهيل المفاعل وقال فرانسوا بوناردال النائب عن الحزب التحالف من أجل مستقبل كابك أن الكابكيين لهم الحق بمعرفة من وفق على صرف الملياردولار هل هو فوندال وحده أم مجلس إدارة إيدروكابك أم أنه قرار سياسي اتخذه الحزب الليبرالي واتهم الشركة بغياب الشفافية لرفضها إعطائه المعلومات شرعت الحكومة الكندية بإجراء مشاورات مع خمس من الشركات المصنعة لطائرات من الممكن أن تحل محل أسطولها القديم من طراز F-18 وقالت وزارة الأشغال العامة إنها على اتصال مع عدد من الشركات وطلبت منها معلومات مفصلة عن القدرات التقنية لمقاتلاتها على أن يتم البحث لاحقا في التكاليف والفوائد المحتمى للصناعة الكندية وكانت الحكومة قد علقت قرارها بشأن شراء طائرات من طراز F-35 في ضوء الارتفاع الكبير لقيمة التكاليف حكم القضاة الثلاثة في محكمة تورونتو باحتفاظ رئيس بلدية المدينة روب فورد بمنصبه بعد أن تم نقض حكم محكمة البداية الذي صدر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ولم يعد فورد ما يدعو للقلق حول فقدان منصبه حتى العام 2014 كما ينهي هذا الحكم التكهنات حول خلافته وشكر فورد سكان المدينة ودعمهم له وقال أنه سيفي بوعده بوقف التبذير وهدر المال العام في البلدية أما محام الإدعاء فقال أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا في كندا قام رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بتعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس الشيوخ لملء مقعدين شاغرين في أونتريو وواحد في كل من ساسكاتشوان نيوفاونلند أند لابرادور وألبيرتا ويحتل المحافزون خمسة وستين مقعدا من أصل مائة وخمسة مقاعد في مجلس الشيوخ وستة وثلاثين مقعدا للليبراليين وواحد للحزب التقدمي المحافز واثنين للمستقلين انتهى الموجز فإلى اللقاء